تحت درجة حرارة اقتربت من الخمسين مئوية اي نصف درجة الغليان يقف العشرات من الاطفال في التقاطعات المرورية لبيع المياه الباردة واشياء اخرى في محاولة للصمود في وجه مصاعب الحياة فهم يرون ان درجات الحرارة اخف عليهم وطأة من درجات الحاجة والجوع بالماء والله بالماء والله جيل من الاطفال يهدده التشرد ويعمل لساعات طويلة قد لا يكون للكبار القدرة على العمل بمثلها لينتهي يومهم بخمسة الاف دينار او ما يزيد عنها بقليل يعودون بها مساء اليوم الى منازلهم ويحملون ما يسد جوع عوائلهم هذا المشهد هو واحد من مشاهد ما بعد الحرب الذي اصبح ظاهرة في الموصلة وقد تكون هذه البداية فقط فهؤلاء الصبية قد يكونون ضحية لما يسمى بالارهاب الناعم مثل استغلالهم في تجارة المخدرات او استدراجهم ضمن جماعات خارجة عن القانون نحتاج قانون تشريعي برلماني يوقف هذا الاستغلال لان جيل كامل راح يضيع وليست التقاطعات المرورية فقط هي من تعج بالاطفال انما المدن الصناعية ايضا التي بات المئات من الصبية يعملون فيها بعد ان خسروا اباءهم ابان الحرب على الارهاب في وقت يفترض انهم يكملون تعليمهم في المدارس طفولة يهددها الجهل من جهة ويلاحقها العوز من جهة اخرى وتهددها مخاطر الاستغلال من جهة ثالثة طفولة ينتظرها مستقبل مجهود وبالرغم من اعداد الاطفال الكبيرة الموجودة في شوارع المدينة الا ان المؤسسات الرسمية وحتى الغير الرسمية لا تمتلك اي احصائية دقيقة عن اعدادهم من الموصل محمود الدخاس قناة التغير ترجمة نانسي قنقر